زعماء المشروع الأموي من خلال كلماتهم ومن خلال إقرار إقرارهم سيتبين لنا بوضوح بأن هؤلاء استسلموا ولم يسلموا نتعامل معهم بظاهر الإسلام ولكن هؤلاء ما أسلموا بل أنهم تآمروا على الإسلام وأنهم كان لهم خطة هو القضاء على الإسلام باسم الإسلام كم كانت الجرأة والوقاحة عند أصحاب هذا المشروع من أبي سفيان إلى معاوية إلى يزيد حتى من جاء بعد معاوية ذاك الذي يخاطب القرآن يقول قل لله مزقا للوليد نص خطير جدا يقول دفنا دفنا ماذا يريد أن يدفن يدفن الشخص أو يدفن الهوية المحمدية هذا هو معاوية لاحظوا هنا أبو سفيان في مصدر آخر ماذا يقول أن أبو سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال صارت إليك بعد تيم وعدي يعني بعد أبي بكر وعمر فأدرها كالقرة يقول لي عثمان العب فيها لعب واجعل أوتادها بني أمية جيب بني أمية فإنما هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نار يصرح وأمام عثمان بأنه أصلا هو لم يؤمن لا جنة ولا نار ما زال على الجاهلية فكريا عقائديا هو يتكلم عن عقيدة الآن هذا أيضا كلام خطير لأبي سفيان هذا الزعيم المشروع الأموي يا بني أمية تلقفوها تلقفوا القرآن فوالذي يحلف به أبو سفيان ما قال والله لاحظوا عبارة مهمة جدا يقول فوالذي يحلف به أبو سفيان ما الذي يحلف به أبو سفيان يعني الأصنام ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراء هذه الإقرارات مهمة جدا لابد لنا نحن أن نستحضرها دائما في مجالسنا لأنه إذا نحن لم نعرف حقيقة المشروع الأموي وخطورة المشروع الأموي وأن المشروع الأموي هو قضاء على الدين لا يمكن أن نعرف قيمة ثورة الحسين لا نعرف القيمة الكبيرة لثورة الحسين عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرفنا من هم الذين ثار عليهم الحسين ما هو مشروعهم ما هي خططهم ما هي أهدافهم ترجمة نانسي قنقر